العكس بقى ما عليش ارجع تاني ورا الباب نتلع ورا الباب تاني لو انا عندي مدير منحاس اعمل ايه لو عندي مدير منحاس هشتكيه 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 المدير مش عارفة دي ازاي بس ماشي هشتكيه هشتكيه للأكبر منه موافقة ايه كمان ممكن اشوف شغلي بديل او اتناقش معه لو في مشكلة ممكن حلة اشوف شغل بديل امشي واسب لهم الشرك ايه كمان مايبقاش في تمايز حد عنده حل؟ ما انا يمشي واشتكيه صح؟ موافقة بس هقولك فكرة تاني بيقولوا كده انا لو عندي مدير منحاس ممكن ده يبقى فرصة عظيمة ليه اني اتطور يعني لو هو منحاس ضدي ما اكيد لو منحاس ليه انا هبقى مبسود لو هو منحاس ضدي انا عندي فرصة اني اطور جدا 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 من نفسي وعندي حد صديقي يعلمني الحكاية دي قال لي انا كنت بشتغل في مكان كنت محتاج ابقى اشتر عشر مرات من اللي جنبي عشان بس ااخد نفس فرصته انحياز جاب نتيجة وبيقولوا انه تاني حاجة لمواجهة الانحياز مش بس اطور نفسي ممكن اطور نفسي ويفضل مدايقني يعني بيقولوا كده انك لازم تقابل مديرك وتتكلم معاه اكتر لانه معظم الانحيازات زي ما اتفقنا ايه صورة ذهنية هو مكون عني صورة والحاجة الاخيرة وعظيمة بقى تجاوز اشوف مكان تاني ممكن اشوف مكان تاني موافقات جدا امشي بس دور اتحرك لانه اكيد الشخص اللي منحيز ضدي ده مش هيفضل طول العمر ولا انا هفضل فمكاني طول العمر بل صور جدا با stuffing